براء النهاردة يعني ابتدى الفريق يدخل في الأجواء البطولة بقى مباراة قوية فريقنا يجري فريق معقول جدا وعنده ضرب صاحق وعنده بلوكات فالحقيقة هو نجح انه دخلنا في البطولة الفريق مستواب يتطور من مباراة لأخرى ان شاء الله الدور الجاي خلاص مفيش اي تهريك خروجه المغلوب الفريق خلاص مركز ان المطشاط الجاي هي المهمة وخروجه المغلوب وهيبقى ان شاء الله بإذن الله هيبقى فيه شغل تحضير المباراة الجاي نشوف بس مين هيبقى الفريق اللي هيلعب معنا الدور الجاي سواء الشمس او فريق السجون بتادي نعمل الشغل بتاعه والتحليل بتاعه ونحفظ اللعيبة ويبقى بداية بقى التجهيز ان شاء الله بنزلها ربنا قرامنا لقبل النهائي والنهائي طبعا النادي القلمة برداش غير بالفوز وبالبطولة شايف شكل المنافسة ازاي مع تصاعد حدة المنافسة وشراصتها خصوصا من عندية شمال افريقيا كابتل كل ما المباراة الادوار هتعدي هتلاقي المستوى بيعلى جدا وهتلاقيهم نفسها جديدة جدا عندنا اكتر تقريبا من 6 فرق دلوقتي عندها حظوظ ان هي تحرز البطولة دينا فريق التونسي كويس جدا فريق الجزائر فريقين كينيا وفريق الاهلي وبالاضافة للفرق المصري الأخرى لا مستوى البطولة عالي وان شاء الله هنشوف امبراط قوية في الدور الجاي جماهير النادي الاهلي مسندم وازر دعم زي ما احنا سمعين رسالة توجهها ليهم جمهور الاهلي ده حكس تانية خالص اول ما بيجي جمهور الاهلي في الصالة نبقى متوقعين ان شاء الله بإذن الله ربنا هكرمنا لان الدعم الجماهيري مهم جدا لنا وخاصة جمهور الاهلي ما بيهداش توله المباراة متعودين دايما منهم الدعم ومنتظرين منهم الدعم في المشات الجاية ان شاء الله مرورك الفوز وان شاء الله الفوز بالبطولة بإذن الله شكرا